السلام عليكم وتتبعي قناة زيزو شانيل مرحبا بكم في دروس جديدة لتلامذة السادسة من التعليم الابتدائي مرجع كتابي في اللغة العربية مرحبا بكم في النص الوظيفي الذي عنوانه لا شيء مستحيل ألاحظ وأتوقع ألاحظ الصورتين وأصف صاحبهما كما تلاحظون ففي الصورة الأولى وهذه صورة لصابي يلبس ملابس تقليدية ويجلس على عتبة منزله أو على عتبة المسجد في حين في أنه في الصورة الثانية نفس الشخص وقد كبير يحمل كتبا ويقتني أو لديه نظارات شمسية وعصاب بيضاء وهي دليل على أنه أعمى بجانب مبنى أوروبي كبير إذن فنقول في الصورة الأولى صبي صغير يلبس ملابس تقليدية وعلى وجهه ابتسامة يجلس على عتبة باب منزل أو مسجد وفي الصورة الثانية رجل راشد يحمل كتبه ويلبس نظارة سوداء وعصاب بيضاء تدل على أنه كفيف بجانب مبنى أوروبي كبير في السؤال الثاني أقرأ العنوان وأحدد علاقته بالصورة العنوان يدل على أنه لا يوجد أمر مستحيل في الحياة وعلاقته بالصورة أن الطفل الجالس لم يعرف المستحيل وقد وصل إلى مقام آخر بسبب طلبه العلم وفي السؤال الثالث أتوقع عن ماذا يتحدث النص أتوقع أن يتحدث النص عن حياة شخص من الطفولة إلى الكبر على الرغم من إعاقته وفي فقرة أقرأ وأتحقق عن بعد قراءتنا للنص فنستدل على صحة توقعاتنا أنه هناك كانت حياته المادية شاقة تحدى إعاقته كانت حياته حلوة مرة ونمر إلى فقرة أغني معجمي فكلمة التحدي هي التي سنقوم بخريطتها فنوع الكلمة هو اسم أو مصدر مرادفها فالتحدي هو التصدي ومواجهة الخصم وعدم الاستسلام كل هذه الكلمات تصب في خانة تعريف التحدي أو مرادف التحدي وضدها ضد التحدي هو الاستسلام والانسحاب أركبها في جملة خاض البطل تحدياً كبيراً وأنا مر إلى السؤال الثاني أتم عائلة الكلمة كما في المثال أشرع شرعاً شارع مشروع فشرعاً هو المصدر وشارع هو اسم الفاعل ومشروع هو اسم المفعول بالنسبة لنازع فمصدره نزاع أو منازعة واسم الفاعل منازع واسم المفعول منازع بالنسبة لكلمة روعة فمصدرها ترويع واسم الفاعل مروع واسم المفعول مروع بالنسبة للفعل الفعل امتحن فإن مصدره امتحان ثم اسم الفاعل ممتحن واسم المفعول ممتحن قبل الانتقال إلى فقرة الفهم وجب التذكير بأن هذا النص هو مقتطف من كتاب الأيام للكاتب الكبير طه حسين وهو عميد الأدب العربي في مصر وقد له عدة مؤلفات عظيمة في هذا المجال وهو معروف بأنه كاتب عصامي خاض مجموعة من الصعوبات في سبيل اكتسابه العلم لدرجة الوصول إلى درجة كبيرة في بلاده في السؤال الأول ماذا تحدى الفتاة؟ نعم كما لاحظنا في النص فالفتاة قد تحدى إعاقته نعم تحدى الفتاة إعاقته كيف تحدى الفتاة إعاقته؟ تحدى الفتاة إعاقته بأن حقق ما لم يحققه معاصره من المبصرين ووصل إلى درجة عالية في طلب العلمي في السؤال الثالث ذكر الكاتب في الفقرة الثانية صعوبات واجهت الفتاة ما هي؟ هناك العديد من الصعوبات التي واجهت الفتاة ونركزها أو نلخصها في صعوبتين وهي عدم كفاية مرتبه حيث أنه كان يكتسب 300 فرنسي يقسمها على ثلاثة أجزاء ثم عدم استطاعته الذهاب لوحده إلى حيث يريد لأنه كان كفيفاً ولا يرى فإنه لم يستطع الذهاب لوحده إلى حيث يريد وقد كانت له مرافقة ترافقه إلى الجامعة فقط إذن في السؤال الرابع ما الصعوبات التي واجهت الفتاة عند اختلافه إلى دروس الأدب والتاريخ إذن الصعوبات التي واجهت الفتاة عند اختلافه إلى دروس الأدب والتاريخ هي أنه لم يفهمها كما ينبغي لها أن تفهم وذلك بسبب مشكلة اللغة إذن ما الأسباب التي اتخذها لتجاوز هذه الصعوبات؟ الأسباب التي اتخذها لتجاوز هذه الصعوبات هي أن يعد نفسه لفهم الدروس التي تلقى في الجامعة بأن يستخلص من برنامج المدارس الثانوية الفرنسية ما يحتاج إليه من خلاصات موجزة عن الأداب والتاريخ حديثها وقديمها كما تعرفون فإن الطلبة يدرسون التاريخ بلادهم وآدابها منذ الطفولة وهو قد التحق بجامعة الصربون وهو في عز شبابه ولفهم تاريخ وجب عليه أن يعود إلى برامج المدارس الثانوية الفرنسية ويلخص تلك الدروس ليفهم ما سيتلقاه في الجامعة في السؤال الخامس من أجل ماذا رفع الفتى التحدي في وجه الإعاقة رفع الفتى التحدي في وجه الإعاقة من أجل طلب العلم الذي سيحقق له ما لم يحققه معاصره من المبصرين وفي السؤال السابع لماذا كان يرد نفسه إلى القناعة والرضا عندما كانت تنازعه الرغبة في الذهاب إلى أماكن اللهو والموسيقى نعم كان يرد نفسه إلى القناعة والرضا لأنه لا يستطيع أن يذهب لوحده إلى حيث يريد ولا يستطيع أن يدعو غيره لمرافقته إذن كان يرد نفسه إلى القناعة والرضا لأنه لم يكن يستطيع الذهاب لوحده إلى حيث يريد لذلك فإنه لا يستطيع أن يدعو أحدا آخر لمرافقته إذن لماذا لم يكن يرغب في دعوة الآخرين لمساعدته على التنقل حيث يشاء لم يكن يرغب في دعوة الآخرين لمساعدته لأنه لا يريد أن يكلفهم عناء هذه المرافقة هو قد يكون يرغب في الذهاب إلى المسرح أو إلى معهد الموسيقى لكن من سيرافقه لا يريد أن يكلفه بذلك ربما هو لا يريد مرافقته إذن ما العبرة التي تستفاد من نموذج طه حسين في اكتساب العلم وتحدي الإعاقة؟ العبرة المستخلصة من نموذج طه حسين في اكتساب العلم وتحدي الإعاقة هو أن الإنسان لا يجب أن يستسلم لضعفه بل عليه أن يجعله حافزا لإثبات الدات والوصول إلى هدفه يجب أن لا تكون الإعاقة حاجزا أمام الوصول إلى الأهداف وفي فقرة أستثمر أملأ الشبكة بالنسبة للأولى أفقيا جمع أفق في النص وهي آفاق ومصدر قنع قناعة ثم فعل أمر بمعنى إظفر أي فز وإسم فاعله الداعي الفعل الذي إسم فاعله الداعي هو دعا وفعل مصدره قناعة وهو قناعة ثم حرفان متشابهان الألف والألف كما ترون فقد قمنا بملء هذه الشبكة في السؤال الثاني في رأيك لماذا لم يكمل كاتب دراسته في بلده إذن لم يكمل الكاتب دراسته في بلده لأنه كان تواقا لاكتساب علوم جديدة وللانفتاح على ما هو جديد وفي السؤال الآخر لو كان الكاتب غير ذي إعاقة هل كان سيحقق ما حققه أبين ذلك نعم لو كان غير ذي إعاقة أظنه كان سيحقق ما حققه لأن طبيعة شخصيته مثابر ولا يعرف المستحيل في السؤال الرابع أعيد كتابة الفقرة الثانية مبتدئا ب كانت حياته المادية ميسورة إذن ونقول كانت حياته المادية ميسورة ولكنه احتمل يسرها في جبن وجشاع كان مرتبه يتجاوز ثلاثمائة من الفرنكات وكان يدفع ثلثيه ثمنا لمسكنه وطعامه وشرابه وكان يدفع الثلث أجرا لسيدة كانت تصحبه إلى الصربون لقد ذكر أنه خرج إلى ضاحية من الضواحي في أيام الأحاد واختلف إلى مقهى من مقاهي الحي اللاتني ولم يكن يلزم بيته في أيام الراحة كان يرتاد المسارح ومعاهد الموسيقى واللهو وكانت نفسه لا تنازع إليها لأنه كان مكتفيا منها كما تلاحظون فقد كانت حياته المادية ميسورة فهي ضد كانت حياته المادية هنا كانت حياته المادية شاقة إذن سنقوم بالإتيان بضد هذا الكلام الذي قيل هنا وكما وعدتكم أعزائي فسأقوم بشرح المفردات الصعبة التي أتت في هذا النص بالنسبة للرمد وهو داء يصيب العيون عبارة عن التهاب في العين معاصره هم الأشخاص الذين عاشوا معه في نفس العصر مشرعة أي مفتوحة ومتاحة ساعة هي الغنى والرفاهية قلنا فساعة هي الغنى والرفاهية ودعة هي الحلم والاعتدال واللطف السوربون هو جامعة فرنسية بمدينة باريس هي جامعة رفيعة المستوى وهي من أعرق الجامعات في العالم ثم كلمة ضاحية وهي منطقة سكانية خارج المدينة أو القرية السبيل هو الطريق عناء تعب ثم مضطربا هائجا وصاخبا يعزيه يرجعه الفطور هو الخمول وقلة النشاط مروعا مخيفا يشقيه أي يعيش في شقاء وتعاسى يضنيه أي يتعبه وبالنسبة للفكرة العامة للنص تغلب الفتى على إعاقة العمى والفقر فنال بعزيمته وتحديه وإصراره على اكتساب العلم الدرجة الرفيعة وبالنسبة للأفكار الأساسية أول فكرة هي إصابة الفتى بالرمض وتحديه لإعاقته بالإصرار على اكتساب العلم فدرس في الأزهر وهاجر إلى باريس الفكرة الثانية الظروف المادية الصعبة والصعوبات التي اعترضت الكاتب في مسيرته الدراسية ثم الفكرة الثالثة اضطراب العام الأول من حياة الكاتب وعدم فهمه للفرنسية والدروس ثم الفكرة الرابعة صعوبة فهم دروس الأدب والتاريخ بجامعة الصربون وإيجاده لطريقة مناسبة لفهمها وآخر فكرة هي تغلب الكاتب على مشاكل الفهم والفكرة الأخيرة قلت تغلب الكاتب على مشاكل الفهم واستقامة الدروس له تغلب الكاتب على مشاكل الفهم